بدنا نجاوب على السؤال البارت فور خلونا نعمل زوم على الروتر R2 الباوندري روتر طبعنا في عنا كلية قصص بتلعب دور الروتنج أبديت الانترفيس السبنت ماسك الآن للسامة في المايدر نتورك يستعمل الروتر السبنت ماسك طبع الانترفيس وللدفنت كلاس في المايدر نتورك يستعمل الروتر السبنت ماسك طبع الكلاص يعني إذا منفوت على الطابر دروتاج طبع R2 منشوف أنه النتورك 172.30.0.0.0.24 هو سبنتت انتو سريق سبنت بأول بارتي فوق منشوف أنه سبنت ماسك هي سلاش فانتكاتر وعرفها من ورا الانترفيس اللي عليه وكمان الروت اللي بتاني بارتي عرف أنه سلاش فانتكاتر من ورا الكلاس طبعه سنس ما عنده ولا انترفيس به هالنتورك يوزنج دي بوغ فينا نشوف الاتوماتيك ساموريزيشن ستابع شو بتفيد الاتوماتيك ساموريزيشن شو الاعازة او شو الادفنتج ستابعه الاتوماتيك ساموريزيشن يوزنج دي بارتي وهي دي رح تقدى لإستعمال أقل باندويتس للروتينج بين R2 و R3 كمان R3 عنده وان روت للنتورك أنسى 2.3.0.0.0 يوزنج دي بارتي لذلك إستعمال أقل سيجعل الروتينج الروتينج أسرع بالروتينج تابل مثل R3 كمان يوجد دي بارتي ومنهم الاتوماتيك ساموريزيشن يعني 2 أو 3 أقل ساموريزيشن من أقل 1 ميجر وهي دي رح تخلق مشكلة كبيرة مثلا هنا الاتوماتيك ساموريزيشن هي الاتوماتيك ساموريزيشن حتى مع هذه الاتومات الصحيحة لرب V1 كانت لا يمكن أن تقلق الاتوماتيك ساموريزيشن لذلك الاتوماتيك ساموريزيشن لا يتصدق يعني في هذا السيناريو الروترز R1 و R3 يتعلمون أن تقلق الاتوماتيك مثل 3.0.0.0.7 الميجر نتورك يعني روترزيشن و المشكلة أنه R1 لا يوجد الاتوماتيك على R3 و المشكلة أنه R3 لا يوجد الاتوماتيك على R1 و الآن بالروترزيشن تابع R2 يوجد 2 مقاعدة المستوى للاتوماتيك 1.3.0.0.0.7 R2 و الاتوماتيك الآن يعني R1 و R3 سيصل لهم نص للترافك هذه إذا وصل النص تابعهم مقاعدة روترزيشن